موسيقى يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم كل يوم حد الساعة سبعة النهاردة معانا كتاب هو عبارة عن مجموعة قصصية عنوانه بيحمل كلمتين بيشدوا الانتباه بشكل كبير جدا كل كلمة فيهم كانت بتمثل جرس قادر أنه يخلينا نركز معاها ونسيب أي حاجة بنعملها كلمة الأولى هي عاجل ودي لوحدها كفيلة بأننا نسيب أي حاجة ونسقط علشان نسمع ونعرف إيه هو العاجل جزء تاني من اسم كتاب اقرأ الحادثة وده كان أقوى أسلوب لسنوات كتير جدا لجذب انتباه القارئ الحقيقة أنه المجموعة القصصية اللي معانا النهاردة اسمها عاجل اقرأ الحادثة وهي الكاتبة شابة مصرية جميلة اسمها بريهان أحمد وكان لها الحقيقة تجارب سابقة في الكتابة ونجحت بشكل كبير جدا في كل تجاربها اللي فاتت بريهان قررت أنها تاخد القراء في رحلة لتسع حوادث حقيقية التسعة غمضين جدا حيروا وشدوا الرأي العام وقت ما حصلوا بشكل كبير جدا الحقيقة أنه هي قررت أنها تخود تجربة البحث دي في أماكن متعلقة بأحداث الجريمة يعني مش بس كتبت لأدي كتبت ورح تعينت أماكن الحوادث أو الحادثة اللي بتتكلم عنها علشان تقدر تطلع للقارئ كتابات شيقة حقيقية محسوسة ملموسة قدرت أنها تحسها بنفسها وبالتالي نقلت إحساسها ده للقارئ عادة المؤلف بيبزل في النوعية دي من الكتابات مجهود كبير جدا عشان يقدر يشد القارئ ويصور ويجسد الواقع لكلمات وأحداث وكمان قدرت تعمل خليط من الخيال والفنتازيا في مجموعتها القصصية الحقيقة هنتكلم بالتفصيل مع بريهان أول لما تنورنا في الستوديو ولكن قبل ما نقابل بريهان تعالوا زي ما احنا متعودين نتعرف على الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة وهو بدء المجلس الأعلى للثقافة في استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2023 الجوائز دي بتشمل جوائز الدولة النيل التقديرية التفوق والتشجيعية وده بدء من أول أكتوبر وهيستمر حتى نهاية ديسمبر 2022 بالتوفيق طبعا للجميع يا رب وده كان الخبر الثقافي اللي معانا دلوقتي بقى أسيبكم مع تقرير البس سالر أو الكتب الأكثر مبيعا ونتعرف مع بعض على أكتر الكتب والروايات اللي حققت مبيعات خلال الأسبوع اللي فات ونرجع نكمل حلقتنا معاكم يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقا لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تصدرت الكتب الأكثر مبيعا رواية تميمة العاشقات للكاتبة لانا عبد الرحمن فتنقلت الكاتبة من خلال الرواية بين العصور والدول المختلفة ثم جاء كتاب أربع محاولات للحياة وهو تجربة ربعية لأربعة كتاب هم الكاتبة مروى سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد ويعتبر مواجهة صادقة مع النفس وجاءت رواية أيام الشتات للكاتب كمال رحيم لتبرز حالة التسامح الديني من خلال أحداثها وتجسد ذلك في شخصية الجد اليهودي الذي كفل مسلما في بيته ويسر له جميع سبل الحياة لم تخل القائمة من كتابات التشويق والإثارة فجاءت رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي والتي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قام بارتكابها خمسة أشخاص في حي الزمالك تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً برواية الحب والصمت للكاتب عنايات الزيات وتعتبر الرواية الوحيدة التي كتبتها عنايات الزيات قبل انتحارها وتحولت لعمل سينمائي بعد ذلك ورجعنا لكم مرة تانية ودلوقتي جي معنا مع شخصية الحلقة وشخصيتنا النهاردة لها بصمة واضحة جداً في عالم صحافة الحوادث وممكن نقول عنه أنه ملك صحافة الحوادث ورائد من روادها هو الكاتب الصحفي الكبير لأستاذ محمود صلاح والكاتب الصحفي محمود صلاح هو من أشهر محرري الحوادث في مصر شغل منصب رئيس تحرير أخبار الحوادث وهو كمان كان واحد من مؤسسيها خاض العديد من المغامرات الصحفية كان أبرزها تطهير منطقة البطنية من تجارة المخدرات تعالوا نتعرف أكتر على رحلة الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح ومشواره في عالم صحافة الحوادث ونرجع لكم على طبيع ملك صحافة الحوادث وشاعر القصة الصحفية الإنسانية هو الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح صاحب القلم الرشيق ومؤسس جريدة أخبار الحوادث تخرج صلاح من كلية الإعلام عام 1974 ليلتحق بجريدة أخبار اليوم ويعمل محرراً بقسم الحوادث بدأت رحلته مع المجد مقدماً في أمتارها الأولى عشرات الخبطات والانفرادات الصحفية مثل تطهير منطقة البطنية من تجارة المخدرات بعدما انتحل صفة تاجر مخدرات وأجرع عدداً من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر مثل خط الصعيد وعزة حنفي إمبراطور النخيلة أسس محمود صلاح صحيفة أخبار الحوادث التي حقق معها واحداً من أحلامه المهنية والتي أطلق عليها ابنتي، دموعي، وابتسامتي في مقال شرح فيه كيف أسس هذه الصحيفة ضمن إصدارات مؤسسة أخبار اليوم لم تتوقف إسهامات ملك صحافة الحوادث عند حدود الجرائد والمجلات بل أصدر عدة كتب من وحي مسيرته المهنية الحافلة مثل كتاب أغرب حوادث الدنيا وكتاب أسمهان الليلة الأخيرة وسفاح مصر وحوادث أخرى بالإضافة إلى كتب أخرى بلغ معها عدد مؤلفات عشرة كتب خلال مسيرته الصحفية وخلال رحلته الصحفية كانت لمحمود صلاح صولات وجولات مع المرض وأصبح ضيفاً دائماً عند أطباء القلب والشرين حتى دهمته ألام المرض خلال الشهور الأخيرة من حياته إلى أن وافته المنية في السادس عشر من ديسمبر عام 2019 بعد حياة حافلة بالعطاء والسيرة الطيبة ورجعنا لكم تاني وزي ما قلت في بداية الحلقة إننا النهار ده معانا عاجل إقرى الحادثة مجموعة قصصية للكاتبة بريهان أحمد هنعرف من بريهان أكتر عن عالم الجريمة دوافع ارتكابها هل في حاجة فعلاً اسمها جريمة كاملة وهل كان ممكن الجريمة دي ما تحصلش هل الموقف ده كان يستحق بجد الجريمة عملت أبحاث كتير وزارة أماكن كتير لي علاقة بالحوادث هنعرف كل تفاصيلها منها بعد الفاصل نجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنبتدي على طول دلوقتي لقاءنا مع دفتنا اللي من ورانا بريهان أحمد عن كتابها الجديد عاجل إقرى الحادثة من وراني يا أستاذة بريهان بنورك يا راني يا أستاذي سعيدة أن أنا قابلتك ومبروك على الكتاب الجديد الله يبرك فيك وعاجل إقرى الحادثة إمتى دخلت عالم الجريمة وإيه اللي خلاكي تقرري أنك تبتدي تخوضي في عالم الجريمة وأنا طبعاً كنت مكررة أن أنا أكتب رواية وكنت خلاص أنه هو ده مشروعي الجديد اللي أنا المفروض أكمل فيه وأبدأه بحيث أنه هو يكون موجود قبل معرض الكتاب أو في سيزون معرض الكتاب بعد كده حسيت لا أنا جوايا حاجة يعني حاجة تانية أنا عايزة طلعها خصوصاً أن بقايا جلت ثانيات أنا كنت كتبة زي استطلاع في آخر المجموع عني اللي يعجبه قصة يقولي هي إيه حل فلقيت الناس مجدودة للليل مع فاطيمة وفلا 106 لأن هي أكثر دراما والحوار فيها ممزوج بالعامية وبالفصحة أحياناً فأنا بكمل الرواية بتاعتي وبكتبها هو أوكي خلاص هو المشروع اللي أنا هبدأه لقيت أن أنا لأ ميالة أن أنا أخش عالم الجريمة ليه بقى؟ لأن وانا بمشي أو بخرج حاس أن في حاجة جوايا حاس أن أنا شايفة البيوت القديمة بتأثر على الخيال بتاعي لأ في حاجة ممكن تكون هنا أنا شايفة حاجة هنا بالمصادفة كمان أن فيه أبحاث كتير أنا بعملها مش شرط أن يكون فيه عمل أو حاجة لأ ممكن أكون أنا بحضر بحس الحاجة ممكن أستفيد منها بعدين فلقيت عندي كمية أبحاثها إلا في عالم الجريمة فقلت لأ أنا ممكن أشتغل من هنا أوكي وجات لك الفكرة من هنا أو ابتدى الخط من هنا وجاء لي فكرة أن أنا أكتب فيما يخص عالم الجريمة لأن الدوافع بتخليكي تبني على الواقع خيال وتشوفي حاجات تانية بلاص كمان أنت عايزة تعرفي نفسية القاتل ده هو بيفكر إزاي؟ هو طيب خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي بس إحنا خلينا نتكلم عن عاجل إيرى الحادثة هم كم حادثة أو كم قصة؟ هم تسع قصص بس كل قصة متشعبة حلو اللي شدك في التسع قصص عشان تكتبي عنهم في جرام كتير في أشكال الجريمة كتير صحيح اخترتيهم بناءا عن إيه؟ اخترتهم بناءا أن هي قضايا هزة الرأي العام في قضايا كتير جدا هزة الرأي العام يعني أنت اختارتي أو كنت حريصة على أنك تختاري أشعر القضايا اللي أثرت في الرأي العام بشكل جيد بالضبط كده تنفيذ الكريمة أو الدوافع الدوافع هي الواقع وما تمش تغيير فيها أي حاجة لكن الشخصيات طبعا زي ما أنا صرحت في الكتاب تم تغيير الأسامير للشخصيات تم تغيير بعض الأماكن وإن كنت زورة الأماكن الأصلية أول قصة بدأت فيها خالص وكان فيه أكتر برنامج شهير بنوعد نستنىه وإحنا صغيرين خلف الأسوار طبعا راوية الأستاذة راوية راشد وحتى أنا أهدتها يعني كتبت أهداء ليها وبلاصل الأبحاث الاستقصائية اللي كانت موجودة في البرامج الأستاذة واقل إبراشي الأستاذة عمر ليسي في كمية عمليات استقصائية على الجرائم والزكاء في محاولة القاتل أو الجاني دي أنا استفدت منها بعالم خطير بشكل كبير جدا وشيخ جدا على فكرة جدا الحادثة اللي كانت خلف شقة الأموات القصة دي بالذات أنا كتبت عنها ودي كانت أكتر حادثة هزت الرأي العام سنة 2000 إيه الحادثة بقى فكرين الحادثة أنه فيه أسرة كاملة أتلت في منطقة الأناطر الخيرية وقعدوا حوالي شهر يبحثوا من الجاني والجاني أصلا من الأسرة الجاني كان هو الإبن الأصغر في الأسرة وكان متحقق فيه مرض الافتراس الاجتماعي بنسبة 99% 99% متحقق لدرجة أن الجيران استبعدوا تماما أنه ممكن يكون القاتل وضل الفريق البحث الجنائي وغير كده وكده كمان بصماته هو من فرد من أفراد الأسرة فطبيعي أن البصمة بتاعته هتبه موجودة ده كمان يخدني أن أنا بحثت برضه في الطب الشرعي كتير جدا عادت عملت بحث في الطب الشرعي إزاي بيتم رفع البصمات إزاي مثلا بيقدروا يحددوا الجاني من إيه نوع السكينة القطر بتاعها أنا مش عايزة أكتب حاجة سطحية أنا عايزة أغوص في العمل يبقى أنت بحثتي في المجرم وفي الضحية وفي أسليب التحقيق اللي كانت بتتبعها الشرطة مثلا وقتها علشان تقدر توصل للجاني أسليب التحقيق الطب الشرعي بحثتي فيه والنفس عالمي النفس مهم جدا في البحث لأن أعرف تفكير المجرم إزاي هو كان شديد الزكاء في تنفيذ جرمته طب خلينا في الجريمة الأولانية كده بقى فسريها لي أو قوليلي إيه نتائج بحثك في الجريمة الأولانية أنا اتفرجت على حلقة الأستاذة روي راشد كاملة عجبني جدا تمثيل الجريمة ده كان اللي بيميز البرنامج كمان بس اللي عجبني أكتر في الحلقة هي محاولة المجرم قد إيه هو في حالة سباة انفعالي رهيب لأنه هو أصلا مريض سايكوباتي أصلا فده يخليني أرجع إيه هو مرض الإفتراس الاجتماعي إيه يعني إيه متحقق فيه بالنسبة 99% إيه يعني إيه أولا هو عنده حالة تبلد شديد يوهمك إن هو ثابت غبي آه غبي يعني إن هو شخص غبي ومش بيفكر زي ما الأهالي قالوا يعني ده الأهالي قالوا عليك كده إن هو متطهد من الجميع إن ممكن اللي بيعمل ضحية هو دايما عامل ضحية هو فعلا هو ضحية بيعيش على نوع من أنواع الإبتزاز العاطفي ليك يوصل لك صورة هي مش حقيقة هو شديد الزكاء هو شخص شديد الزكاء حتى في تنفيذ جريمته حتى في في إن هو إزاي يضل الفريق البحث طيب هنتكلم عن الحادثة الثانية أو الجريمة الثانية أو قصة الثانية اللي ذكرت سيها في كتابك القصة الثانية كانت أطياف العودة هي طبعا مش بالترتيب بس أنا بقولك على الأكثر تأثيرا في النفس طبعا طبعا أطياف العودة فكرة أن حد ممكن يعود من الموت مرة تانية في قصة حصلت لك أنت شخصيا في قصة يعني أنت كنت جزء منها أو حصل لك حاجة بالقصة اللي أنت شرحتيها أنا واحدة فيهم وأنا جريمة آخر في الساعة الأخيرة من الليل دي آخر قصة أنا كتبتها كتبت فيها عن مواقف وأماكن أنا شفتها وكان من ضمنهم يعني بيت أنا زرته في البيت ده البيت ده هو في منطقة قديمة كده في عين شمس يعني كانت عزومة يعني عزومة فطار حيلا المهم أنا لما دخلت البيت ده أنا حاسة بحاجة أنا مش عايز أخش حاسيت بوجود حاجة مش طبعا جينا بعد ما قاعدت أنا حاسة أن أنا الجزء ده من عندي فيه سخونة عالية جدا أنا حاسة أنا مش مبسوطة حاسة أنا مش مرتاحة حاسة حوالي إحنا كان عددنا كبير جدا بس أنا مش سامع الناس وي بتتكلم أنا حاسة أن فيه حاجة كده أنا مش طبعية خليني أعود أو حتى أسمع بتركيز تمام فتم هدوء كده داخلي وعدت أردد المعاوزات حاسة أن أنا في سر كده بالضبط كده حاسة أن أنا رجعت تاني فطلبت بعد كده أن أنا قلت لصحبتي اللي كانت مرايحة معي قلت لها أنا عايز أنزل دلوقتي فراحت قايل لي إزاي إحنا عاديين وكده مش هينفع قلت لها لا 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 أنا أحب أن أنا أنزل دلوقتي ده كان موقف من المواقف يعني اللي أنا عملته بعد كده اكتشفت أن البيت ده يعني بيقولوا أن هو بيظهر للناس اللي فيه حاجات أو كده إن كنت يعني مش بيصدق بعضها بس بعد ما حصلت معي الحادثة دي يعني اتأكدت أنكي حاجة مش مزبوطة في البدة فبالتالي إحساسي كان حقيقي إحساسي كان حقيقي خصوصا كمان وأنا بشتغل على بقية القصص في بعض الأماكن اللي أنا كتبت عنها زي مثلا أطلال مشرحة حلوان فيه ناس بيتقول لا ده الناس بتتدعي أن فيه الأماكن دي بيبقى فيها عفريت أو أصوات مثلا يعني زي ما معنا الداري نشرحها بقى أو كده لكن بعض القصص الثانية بيقولوا لأ ده الأماكن دي أماكن مهجورة فمن المفترض أن هي يكون حصل فيها فيها حاجة أو بيحصل فيها حاجة يعني بزاد يقيني أن ممكن بعض الأماكن فعلا هجرها تسكنها أرواح الحاجات اللي لها بنسمع عنها دي يسكنها بعض الأرواح ممكن تكون أرواحها آئمة تبحث عن حقوق ضقيعة يعني ده بجزء من خيالي هنبقى لخيال حضرتك حالا خيال حضرتك يا أستاذة برياني هنجعله حالا بس إسمحينا نطلع نشوف تقرير دلوقتي طبعا إحنا بنحب جدا إحنا نكون مواكبين لكل جديد في عالم الإصدارات فمعنا تقرير صورته كاميرا هيوحكي أن عن حبل توقيع الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني لروايتها الجديدة الحلواني ثلاثية الفاطنين ألف مبروك للدكتورة ريم وتعالوا نشوف مع بعض كده حفل توقيع روايتها والحقيقة إن روايتها فيها قدر كبير من سحر التاريخ وجمال الماضي تعالوا نشوف مع بعض توقيع الرواية ونرجع على طول الأستاذة فريهان أحمد وكلامها وكتابها الجديد عن الجرارة الحقيقة أنا كده عندي دايماً طموح أن أكتب عن مصر الإسلامية المستقلة الدول المستقلة في مصر الإسلامية لذلك كتبت أول حركة أولاد الناس سلاسية المماليك بعدها كتبت القطائع على أحمد بن طلون والدولة التقنية طبعاً كان لازم أن أكتب عن الفاطميين لأنها دولة مهمة جداً في مصر عملت تأثير شديد جداً في العمارة وعملت تأثير شديد جداً في عادات المصريين مثل زي حلوة المولد، زي عروسة المولد، حصان المولد كل الحلويات خدناها منهم يعني معظمها فكان في تأثير ثقافي شديد جداً من موجود الفاطميين في مصر فحبيت أتكلم عن الفترة دي خصوصاً إنها فيها أشخاص مهمة أثرت في تاريخ مصر كله زي بدر الجمالي مثلاً في وقت الشدة المستنصرية إزاي قادر يطلع مصر من المجاعة ودي كانت من أسوأ المجاعات اللي مرت على مصر زي جوهر السقل اللي هو بنا القاهرة وطبعاً زي صلاح الدين أيوبي لما يعني أسقط دولة الفاطميين فالتلاتة دول كنت عايزة كلام عنهم أكتر باستفادة في السلاسية دي فكرة الرواية يعني لا هي في كذا طبعاً فكرة بس هي فكرة الرواية يعني إيه حد ينتمي لبلد هل ده معناه أنه لازم يكون مولود فيها ولا هو بيكرر أنه ينتمي لها يعمل مصلحتها يبقى عايز يدفن فيها ويعيش فيها يبني فيها يعمل حاجة فيها إبداع جوه البلد دي فهي فكرة الانتماء وفكرة الهوية وفكرة طبعاً شخصيات غيرت طريقة نظرتنا للحياة وغيرت تاريخنا يعني بيحسسنا أن قد إيه تاريخنا فيه سراء شديد جداً أنا تعرفت على ريم كان أول رواية قروها ليها هي الدكتور هناء كانت مختلفة جداً عن الروايات التاريخية ولقيت في أسلوبها وفي القصة وفي السرد بتاعها حاجة مميزة جداً وحاجة مريحة جداً لقارئ بتاخدك لعمق النفس البشرية وبتديك أحداث بتحصل في الواقع اللي حواليك بتقدر من خلال الروايات هتحس أنه التاريخ ده حاضر معاك النهاردة أو أنت حاضر في التاريخ نفسه أنا الحقيقة شرفت الدكتور هرين من رواية القطائع دي كانت أول رواية قررتها والحقيقة الأسلوب شديني جداً المسج ما بين التاريخ وما بين الروبانسية ما بين الأحداث اللي الإنسان الطبيعي العادي يفرامها يعني عادةً جرى العادة أن الكتب اللي بتعتم بالتاريخ بتبقى كتب معقدة شوية مش قصدي معقدة بالمعنى الوحش ولكن مش مكتوبة بالطريقة السهلة إنما أنت خدت جرعة حلوة قوي تاريخية في وسط حدوتة دمائة خفيفة تشديت جداً للكتابة وتشرفت بإيميل بقعته لدكتور هرين وبتالين أنا تواصل ومن ساعتها بتاليت أكمل بقيت رواياتها واحدة وردتانية والنهاردة لما عرفت الحدث كان لازم أجيه بشكل عام أنا بحب أن أقرأ عن التاريخ وتابع التاريخ وتابع التاريخ والكلام دوت دكتور هرين متابعها من فترة على السوشيال ميديا ممكن ده أول حاجة أقرأها لها بس بشكل عام بحب أن أنا أتابع التاريخ والكلام دوت فالحاجات اللي هي بتكتبها بتبقى موسوقة وكويسة وكده فعشان كده أحبت أن أقرأ الرواية بتاعتها مفيش كتاب مقاردة هولها أشارت هو من أول سبع كتب صغيرين للتلاتة الكبار الأساسيين لسبيل الغارق لغة عربية روعة طبعاً تاريخ مصر بشكل مختلف القصة والحكاية نفسها صعب أنك تسيب الكتاب من غير ما تخلصه يعني فبتحببك في كل حاجة قراءة بلدك تاريخ بلدك وما بتحسش أنها بتأفور ولا بتسرح بيك لا هي فعلاً أريا ودرسها حلوة قوية موسيقى عاجل أقرأ الحدثة عاجل أقرأ الحدثة كتاب يعني بجد أنا شخصياً اترعبت لحد دلوقتي سيقعدة مرعوبة في الحلقة دلوقتي قوليني بقى نتكلم عن القصة اللي جاية أو الجريمة اللي جاية نتكلم عن هقولك لا تتخطى الحاجز يريد مثلاً إيه بقى حكاية لا تتخطى يريد تريهان أنا مش أنت فينا لا مرحبش يا رونيا لو حصل لك حاجة ليش دعوة لا تتخطى الحاجز لا تتخطى الحاجز دي من أجمل القصص يعني وأطولهم إلا أنا كنت مستمتعة بكتابتها أوكي هي أزمانها مختلفة بتكلم فيها عن حي الزمالك حي الزمالك أنا مش عارفة ليه أكتر حي حصل فيه حوادث جرائم كتير أول حادثة فيها كانت حادثة شوكوريل هي بتتكلم أنا طبعاً حبيت شوكوريل هي لا تتخطى الحاجز عن حادثة شوكوريل حادثة شوكوريل ووغدا برضو كمان معاها حادثة الفنانة ذكرى الله يرحمها الله يرحمها وعلى فكرة كانت مؤلمة جداً طبعاً أنا ما كانش ههمني الجريمة قد وانا بكتبها الحياة بتاعت الشخص هل ممكن حياة الشخص المجرم ولا الضحية لا مش المجرم مين فيهم اللي اعتمتني الضحية الضحية هو فعلاً هل ممكن إنسان بيبقى فيه بعض رموز في حياته ممكن تخلي جزء من موته متنبق به اشرح يا فندي اشرح لك بقى أنا عجبني جداً الفنانة ذكرى مولودة في منطقة اسمها وادي الليل مش وفي معظم لقاءاتها طبعاً لانا قعدت درست كتير جداً عن شخصيتها عشان اقدر اكتب عنها طبعاً هي في الراوي هنا شخصية اسمها جليلة عبدالهادي النقراشي هي اللي بتشوف كل الأموات دول مش وهي اللي بيرجعوا لها عشان هي اللي تجيب لهم حقهم أوكي هي شغالة في جريدة وبتبتدي بقى تكتب وتروح ما بين الزمن ده والزمن ده أوكي ويجولها مثلاً في بلكونة بيتها لان هي بلكونة جميلة جداً رجعيه لا تتخطى الحاجة تتكلم ما هي هي نفس القصة دي وتعد تتكلم فحيات الرموز بتاعة الفنانة ذكرى هي اسمها ذكرى تاني حاجة منطقة ودي الليل اللي هي ولدت فيها تالت حاجة هي لما بتحب تسجل الأغاني بتاعتها هي ما بتحبش تسجل إلا في الليل وما بتحبش تعمل لقاءات إلا في الليل ودايماً بتحب الحفلات الليلية وفي لقاء ليها كان معمول على قناة من القنوات يعني فبيقولوا لها طب أنت ما بتخافيش فبتقول لهم لا أنا في مجهول بيخليني أخاف أنا وأنا بكتب قلت طب ممكن المجهول اللي يخليها تخاف ده هو الموت الزائر اللي ممكن يكون يجي للإنسان في لحظة هو هي ساعة غفلة هو مش حاسس بيها فمن هنا قدرت بقى أن أنا أكتب القصة أنا يعني ابتدت أستوع بنتي تقصدي إيه؟ تقصدي أنه أحياناً الإنسان أو أي بني قدم فينا بيبقى عنده رموز مولود بيها هو ملوش علاقة بيها أياً ما كان جزء في اسمه حرف في جملة هو كتبها أو كلمة في جملة هو كتبها مثلاً حاجات شبه كده فأنت لما بحثتي وراء الرموز دي لقيت أن هي حتى آخر ألبوم بتاعها كل الألبوم بيتكلم عن الفراء الفراء الموت النهاية يعني هي بزلت وأعطت كتير جداً وما لقيتش من مقابل فإزاي كل ده يبقى مؤثر في حياة شخص في الحقيقة حتى هي اسمها ذكرى يعني حتى هي اسمها ذكرى فهي إيه الزكرة اللي رسخت في أزهنة اللي بقيت بيها ليها نصيب من اسمها تقصد دي كمان وكلنا ليها نصيب من أسمين على فكرة ده حقيقي أكيد وبجد موضوع الرموز ده لأنه الواحد أحياناً لما بيتابع كده شوية تفاصيل في حياته بيلاقي إن فيه أوقات أرقام معينة مكملة معاه أحياناً رموز معينة مكملة معاه بيشوفها في أماكن كتير بيكون لها معنى وأوقات بتبقى خلاص الواحد ما بيخدش باله يعني يعمل نفسه مش واحد باله على فكرة مش ذكرى بس شوكورال برضو شوكورال برضو أنا اتكلمت يعني خدت شقة منها جريمة وشقة منها تاريخي اتكلمت عن اليهود اللي كانوا قاعدين في مصر زي مثلاً سليم وسمعان صدموي اتكلمت مثلاً عن حادثة شوكورال حادثة شوكورال اللي كان قبلها حصلت محاولة لقتله وده كان موجود في الجرائد اللي أنا قدرت أحصل عليها من مكان في اللطاقف والمصور ازاي مثلاً ان هو اتعرض مكانه للحريق قبل كده وان هو كان خايف أصلاً بعض الكتب التانية اللي كانت بتتكلم عن اليهود اللي قاعدين في مصر ازاي ان هو كان بيخاف او حاسس ان هيبه فيه مقتل ليه في النهاية برضو ده كان نوع من أنواع التنبؤ ممكن غير يشوفها برؤية او بنظرة تانية بس ازاي ان انا اخدم الواقع الحصل تربوتي التفاصيل دي ببعض عشان في الآخر تنتهي بالنهاية دي عشان برضو اخلق للقارئ هو ده بجد ولا حقيقة فيروح يقرأ انت كمان دخلتي في عالم الجن بس هنتكلم عن الموضوع ده بس بعد الفاصل خلينا نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بريهان احمد عاجل اقرأ الحادثة موسيقى رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه معنا بريهان احمد بنتكلم عن عاجل اقرأ الحادثة نتكلم عن عالم الجن عالم الجن وانت طبعا انت عمقت فيه بشكل كبير جدا قصة من الجنة والناس هي الاية القرآنية هو اقتباس طبعا من القرآن او مأخوذ من القرآن طبعا من الجنة والناس هو جند من جنود الله موجود طيب هل الاحداث اللي بتدور بتكلم عن شيء اسمه الزهريين فيه ناس بتعتقد ان فيه ناس من البشر بمصاحب لها جن غير القرين طبعا موجود وده كان المفروض في القصة افرق ما بين مين هو القرين ومين هو اللي بيوسوس للانسان بالخير والشر اللي هي النفسي يعني وهل فيه فعلا فيه ما يسمى بالزهرين انا لما جيت بحثت من الناحية الدينية ده ضرب من يعني من التخاريف او ان ما فيهش حاجة اسمها فعلا ناس زهرية وبيبقوا مصاحب لها جن بيقول لها اتعملي ايه او متعمليش ايه او الناس دي مخلوقة بسمات وصفات معينة ده مش موجود لكن فيه حدثة حصلت في المغرب ده ما ينفيش ان فيه حدثة حصلت في المغرب في اقليم زكورة لوفاة طفلة او مقتل طفلة بمعنى اصح تم اختطافها لانها فيها سمات سمات بدانية معينة خلت الخاطف يخدها ليتم الادلال على مكان معين ودي حدثة هزت المغرب جامل جدا البنت دي كانت ايه سمات الجسدية بتاعتها ان هي مثلا عندها رجل مصابة بالعرج فلما بتمشي بتكحل شوية كده يعني عندها عرجة بسيطة عندها حور في عانيها حور اللي هي العظمة دي مش بتبقى كاملة عندها العين شديدة السواد بس انني بيبقى اكبر شوية هما فيه ناس بيعتقدوا كده اللي بيحتاجوا الناس دي لتقديمهم ككربان للجن عشان يقدروا يبحثوا عن الاماكن اللي فيها دهب واصار فبيتم تقديم الطفل ده والافضل ان هو يكون طفل لتقديمه ككربان فالقصة دي برضو استلهمت طب ماذا لو؟ هو دايما في كل القصص ماذا لو؟ حاجة تانية حصلت هي مستلهمة من الواقع او مأخوذة من الواقع باحداث حقيقية بس ماذا لو فيه جن فعلا وبيحمي الشخص ده؟ ايه اللي هيحصل؟ هيكون صديقه ولا هيكون عدوه؟ الامتع في القصة دي ان انا بقيت بنتقل من اماكن لاماكن معينة بدور على اشجار ندرة جدا عشان نقدر اكتب عنها عشان كدليل ان انا ظهرت لهذا الشخص انت فيه حوادث رحتي رحتي الاماكن بتاعتها وشفتي المكان اللي حصل فيه الحدثة المكان اللي انا زرته اطلال مشرحة حلوان دي بتتكلم عن المشرحة اللي هي كانت في القصر قصر بيعود لسنة 1881 او 83 تم بنائه الملك حسان بناي يعني وبعد كده تم تحويله لمشرحة طيب واصر عليها الزلزال سنة 1992 زلزال 92 اصر عليها فتصدعت ومات كل اللي فيها ما بفضلش حد ان هو يقول ان المكان ده فعلا ايه اللي كان بيحصل فيه ايه الاصوات اللي كانت فيه دي كانت مشرحة كبيرة جدا ايه رحت منطقة اللي 44 حرامي هو المكان زي ما هو بس عبارة عن اطلال ولا انصح ان حد يروحه لان هي منطقة لا يفضل يعني الذهاب لها فيه اماكن مثلا زي فيلا شكوريل انا برضو بكتب عن قصة شكوريل وعايز اكتب عنه الفلا طبعا مش موجودة فيه اماكن توفرت لك الظروف او قتحت لك الظروف انك تروحي وفيه اماكن لا الاماكن بقى زي عبدين منطقة عبدين بتتميز بالفلا اللي هي مبنية على الطراز الانجليزي تعالي نتكلم عن اوراقة المقابر اروقة المقابر اروقة المقابر القصة دي انا مكنتش عايز اتكلم ان فيه حد بيخش يعني المقابر ويطلع له جن ويطلع له عفريت لا انا مكنتش عايز اعمل كده وحتى كمان في الجنة والناس انا ما عملتش كده انا مش هدفي ان انا اخلق جواك كخوف من لا انا بقولك فيه ناس بتفكر بالتفكير ده اروقة المقابر بتكلم عن مضي المقابر هو فيه فعلا مضي المقابر طب هو هيروح يسرق ايه هيروح يسرق مثلا اكفان بالية ولا هيسرق ايه بالظرق بعد البحث الكتير والقراء الكتير لان فيه كتب كمان مكتوب عن الجرائن يعني فيه كتب مكتوب عن الجرائن وفيه التحقيقات صحفية حصل عن كده ده بيسرق ايه بيسرق البوابات او بيتم هدم المقابر دي بطريقة او باخر لوضع اليد على هذي الاراضي ومن اشارها منطقة عورة اوكي في تاني يوم او بعد ثلاثة يام الناس ابتدوا يشموا ريحة ابتدوا يشتكوا ان المقابر بيتم نبش فيها بشكل غير طبيعي ويمكن اكتر حاجة اثرت فيها ان تم الدهس على بقايا ميت يعني رأسه ففيه البنت وهي بتتكلم وكده بتقول انا والدتي ديم والدتي انا مش عارفة هي والدتي ولا عمتي ولا مين بالظرق ندخل على فيلا مية وستة ياريت يلا احكيلي فيلا مية وستة هي كانت موجودة في بقايا جيل التسعينيات وكانت عجبة ناس كتيرة جدا وهي يعني بالنسبة لي عجباني يعني انا وانا بكتبها كانت عجباني جدا عجباني مثلا لو الواحد قاعد في منطقة بعيدة جدا كمان انا ساكنة في منطقة بعيدة فلو انا وقفة مثلا في البلكونة ساعات ممكن اقول لو انا بعيدة ومش حواليا ناس قاعدة معي ايه اللي هيحصل ممكن اكون شايفة واحد على طول بيطلع بشكل مستمر وهو في النهاية ما يطلعش غير ضلالات او خيالات او ممكن يكون حد ميت ورجع تاني فكتبتها من كده يعني وهي برضو كنت سبق وقلت ان هي مأخوذة من كتاب خراف الله يعني انتي مثلا يبع عندك نوع من انواع التنبؤ اني فيه مثلا حدا هيخش هيخبط بتحسن اه بس لما يحصل بشكل مستمر انا مش هدا فيه يعني العادي انا عايزة الاكستريم اه 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 وهو ده طيب فيه مسبحة بني مزار اه دي ايه بقى دي الحادثة قرية شمس الدين اه الحادثة الاوجع والاصعب والاغمض يعني الغمضة حصل فيها ايه الحادثة دي حادثة غريبة جدا هي قضية رأي عام ان قرية شمس الدين هي قرية مليئة جدا بالاثار انتي عارفها الاماكان في الصعيد معظمها اثار وبزارات وكده يعني ففيه اه اصر اه تلت اصر مات عدد فيهم كبير جدا وهي سميت بمسبحة برضو لان كان العدد فيها كبير جدا يعني اه والناس في اللي تقول سبب الموت ايه اه ايه اللي حصل هم صحي تاني يوم اه لقوا زويهم مقتولين بشكل غريب الحادثة طبعا مشهورة جدا اه وتابعناها كلنا اه بالضبط وفيها غرباء طب وين هم الغرباء دول اه طب لو هنصدق بعض الاكاذيب او الضلالات اللي ظهرت لبعض الناس ان في عربية فعلا اسعاف دخلت وهنا افترض مثلا ان هي تجارة اعضاء لان في بعض الاعضاء التنسلية اخذت وكده ايه اللي هيحصل طب لو افترضنا ان هي قصار طب لو افترضنا ان هو الجاني فعلا اه فدي انا سبتعة شوية لخيال القارئ اه ولكن كتدت انا بخيالي ممكن يكون في زمانا ما ووقتا ما اخترت عنوان القصص بناءا عن ايه بناءا عن الجريمة نفسها توصفت ازاي هل كان لكي مرجع في اسم الجريمة او في عنوان الجريمة نفسها كجريمة ولا انت سبت ده برضو لخيالك انت ككتبة انك تشوفي الجريمة دي ممكن تكون بتودي الفين وبالتالي انت اخترت العنوان هو انا بكتب القصص انا كنت الفكرة موجودة والهيكلة موجودة وكنت بكتبها بيبى فيه مثلا كذا اقتراح لكذا قصة يعني عفوا كذا اقتراح لاسم القصة في النهاية الاسم اللي بيفرد نفسه على القصة هو اللي بيكون ما بقدرش اغيره لكن الرموز يعني استعنت بالرموز زي اطياف العودة ايه يعني ايه اطياف العودة انا عايزك تقول يعني ايه اطياف العودة مسبحة بني مزار انا خدت الاسم زي ما هو يعني وكان مقرر ليه ان انا هسميها قرية شمس الدين بس بعد كده قلت خلاص هنخليها مسبحة بني مزار لان هي الاوقع وفيها المكان فارد نفسه اكتر اسم عاج الاقرا الحادثة ملهوش اي قصة جوه هو اسم بيدوم الوحدة بمعنى اصح وحدة كل القصص ايه العامل المشترك في جميع القصص ان احنا كنا بنقول اقرا الحادثة او عاجل خبر عاجل في حادثة ما حصلت وهي عاجلة دلوقتي ان هي الرأي العام يعرفها فعشان كده حبيت ان انا تكون اسمها عاجل اقرا الحادثة انت اكيد اتأثرت بالحادث دي اكيد اكيد اتأثرت بالحادث دي يعني لما تكتبي فيها وتشترحيها وتبحسي فيها او عمرك تعطفتي مع اي مجرم في اي حادثة منهم مين خلف شقات الاموات تعطفتي مع المجرم او تعطفتي مع ليه طبعا مش المفروض اقول كده لا يعني انت برضو بتبحثي وانت في الاخر ككاتبة وانسانة اكيد لك يوجد نظر يعني ما فيه مثلا المجرم اللي طلع مريض طلع مريض سايكوباتي وتم التأكيد على كلام ده تم التصديق او التأكيد انا سعب علي لان هو لو احنا بصيت دي هو ضحية واهله ضحية هم ضحية عدم وعي يعني الاهل ضحية عدم وعي ان هو كان مريض والمستشفى الامراض النفسية في العباسية اثباتت ده هو الدليل على فكرة كانت روشيتا بتعود تاريخها ل92 هي اللي اثباتت ان هو في حالة خاطرة جدا وبيتعرض لازم يتعرض لجلسات القارب وان هو طبعا عيب العيب هو اللي ما خلاش ان العلاج بتاع هذا الشاب يعني يكمل فهو ده اللي انا تعطفت معاه حتى في الحوار انا الاول كنت طبعا ازاي انا رفضة ده يعني رفضة ان ده ان انا اقول ان انا متعطفة معايا بالبقاء بالعكس انا كنت نفسي ان هو ياخد اعدام او ان هو يتم الاعدام بشكل او باخر بس بعد كده لا اتعطفت معاه لان هو فعلا كان بيتضرب بيتضرب على امل ان هو هيرجع من الحالة اللي هو فيها ده بس مفيش حد مريض بيبقى حاسس ان هو مريض او عارف ان هو مريض فانا بحس ان المرض النفسي عامل زي حاجة بتنهش في الروح لحد ما بيختفي مع عالم الانسان حقيقي انا شايف انك تكملي في عالم الجريمة اوكي لفترة انا شايف انك متفوقها جدا في الموضوع طبعا وبس اخيان اتكلم عن الغلاف اختيار غلاف الكتاب في كل الحكايات دي وفي كل الجرائم دي عاجل اقرى الحادثة كلميني شوي عن تصميم الغلاف تصميم الغلاف هو طبعا المصمم محمود عبد الناصر اه وطبعا انا عايز اقولك يا رانيا ان احنا قعدنا نعمل كذا ديزاين كذا ديزاين عشان اوصل لده هو لو احنا بجينا بصينا هي فيلا فيه ثلاث اطياف الثلاث اطياف دلم مين شوكوريل زوجته ابنه وهو اكتر ما كان بعد خالف شقة الاموات انا كنت متأثرة بيه وبشكله اه فجبت الصورة دي والامر في الساعة الاخيرة من الليل فالغربان لان فيه قصة تعود فيها للغراب المعاول الاول جريمة قتل في التاريخ البشري كله حصلت قبيل وهبيل انا اذكرها برضو هنا اه برؤية تاني هو الغلاف الحقيقة متن الصورة للبيت اللي انت حطها مرعبة جدا هي قصة لا تتخطى الحاجز اللي مذكور فيها حدثة شكوريل حي الزمالك لان انا مش عارفة ليه فعلا انا بكتب حي الزمالك بيحصل فيه جرون كتير مع انه حي الطبقة الراقي يعني فاخترت الفيلا بتاعت شكوريل نفس التصميم نفس الدزاين اما الاوراق اللي موجود عليها بوقع الدم هي جليلة عبدالهادي النقراشي لو الورق ده موجود قدامها فقدرت اوصل انا وهو للتصميم ده في النهاية طبعا مع الفونت بتاع الكلام عاجل اقرى الحدثة لان هو قديم شوية يشبه الاغبار اللي مكتوبة في الجرائط جميل انا سعيدة باللقاء جدا انا اختينا معاكي كده في رحلة يعني عميقة جدا ليها علاقة بالجريمة مؤثرة فيها تفاصيل كتير وفيها اسئلة كتير قوي الواحد ممكن يبقى بيسألها لنفسه لما يقرأ عن الجريمة زي دي او لما يسمع عن جريمة زي دي هتكملي في عالم الجريمة هتما لقيت نفسك لقيت حاجة مدية لخيالك مساحة ككاتبة ان انت تكتبي وتبحثي وتنقلي ده للقارق انا شايفة ان الكاتب عامل زي الممثل بس هو بيمثل على الورق مش اكتر ولازم يكتب في كل حاجة انا بحس ان هو اه طبعا الجنس الادبي سواء قصة قصيرة او رواية بس انا حاسة ان ما اقولش ده نوع معين يعني ادب جريمة او عاطفي او لا انت لازم تكتب في كل حاجة في كل حاجة هي الشخصيات ما هي ان انت بتخلق شخصية ليها بتحب ايه او بتكره ايه ليها حالة نفسية معينة انت لازم تكتب كل حاجة ازاي الممثل ما يمفعش يورفو الدور يقدر يعمل ده ويعمل ده ويعمل ده موارتين يا بريهان بشكركم مشاهدينا على حصن المتابعة بكده بكون وصلت معاكم من نهاية حلقتنا النهاردة من يحكي ان كان معانا الكاتبة المصرية بريهان احمد وانا بنتكلم معاها عن كتابها عاجل اقرى الحدثة كان معاكم رانيا السيد ومشكركم